السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكو حبايبي رب كلكم طيبين وبخير وأهلا بيكم جميعا في قناتي أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصفة الخامس الابتدائي في مادة العلوم الفصل الدراس الأول للمنهج الجديد النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثاني هنحل مع بعض الأسئلة على الدرس بطرقة سهلة وبسطة جدا في المفهوم الأول بعنوان احتياجات النبات قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو أنا بقدم لحضراتكم معلومة مفيدة كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرزة على علامة الكل علشان يوصلوكم إشارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله وتابعوا الفيديو للآخر هنحل بكل الأسئلة اللي هتقابلنا على المفهوم الأول احتياجات النبات وأنا كنت وقفة معاكم عند شرح الدرس الثاني والدرس الثاني بدأ بعنوان بتجربة عملية بيسألني سؤال هل تحتاج النباتات إلى التربة وخلوني قبل مشرح معاكم التغربة أو نقول كلام كتير خلينا ندخل على الكلام المفيد على طول وبيسألني سؤال وبيقول لي هل التربة من الاحتياجات الأساسية للنبات وأنا بجاوب معاكم أن التربة ما بتعتبرش من الاحتياجات الأساسية للنبات الاحتياجات الأساسية للنبات يعني الحاجات اللي للنبات ما يقدرش يستغنع عنها زي مثلا الماء زي ضوء الشمس زي غاز ثاني أقصد القربون دي اسمها الاحتياجات الأساسية للنبات وجايب لي هنا تجربة وبيبين لي في التجربة دي أن أنا مثلا لو عندي بزور زي بزور نباتي الفول وحبيت أزرع البزور دي مثلا في قصص في تربة طينية أو منديل ورق مبلل وتعالوا ناخد بالنا ونلاحظ لو أنا حطيت البزور دي لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة هبصت ألاقي بزور نباتي الفول دي بدأت تنبت في المنديل الورقي وبدأت تنبت كمان في القصص الطيني ده أو التربة طينية بس اللي أنا هاخد باله منكم الكلام اللي أنا عايزاكم تعرفوه أن النبات أو البزرة هتبدأ تنبو بشكل واضح في التربة الطينية أكتر من المنديل الورقي علشان كده قال لي أن أول حاجة بيقول لي في الملاحظة أن بتنبت البزور المزروعة في كل من التربة وفي المنشفة الورقية المنديل الورقي يعني سهلوا على نفسكم طيب إيه اللي أنا عايزا في الجزئية دي اللي أنا عايزا أعرفه الكلام ده في صفحة 15 في كتاب الأضواء اللي أنا عايزا أعرفه لكم والأهم حاجة تركزوا عليه الاستنتاج أن التربة ليست من الاحتياجات الأساسية للنبات لأن النبات ممكن أن هو ينمو في تربة مائية أو ممكن أن هو ينمو في تربة زراعية أو ممكن ينمو في النباتات تنمو فوق بعضها علشان كده بيقول لي هو الطربة ليست من الاحتياجات الأساسية للنبات حيث يمكن أن تنمو البزور بدون تربة إذا تم توفير الماء والضوء أدى أول جزئية معاني بأول جزئية ولنا في حصة النهاردة الطربة ليست من الاحتياجات الأساسية للنبات لأنه يمكن أن تنمو بزور النبات داخل طربة زراعية أو طربة مائية أو تنمو النباتات فوق بعضها هذا أول حاجة معاني تعالوا نتقل على الجزئية الثانية والجزئية الثانية بيكلم فيها على الضوء الشمس أحد الاحتياجات الأساسية للنبات وبيقول لي أول حاجة احنا تكلمنا دلوقتي على الطربة رقم اثنين في التجربة اللي قدامي بيكلم على أن الضوء ده بيعتبر أحد الاحتياجات الأساسية للنبات إزاي في البداية بيسألني سؤال وبيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وبيقول لي بيتحرك نبات دوار الشمس والنبات الوحيدة الذي يحتاج للضوء لكيانم وطبعا الإجابة دي العبارة دي عبارة خطأة لأن جميع النباتات اللي موجودة على سطح الأرض بتحتاج لضوء الشمس طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني ويسألني وبيقول لي بيتحرك نبات دوار الشمس باتجاه الضوء والإجابة الصحيحة عشان كده نسمينه أصلا دوار الشمس خلونا بقى نتنقل على الجزئية التانية وبيقول لي النبات بيصنع غذاءه بنفسه وخليكم ركزين على الجملة دي كويس جدا لأن فعلا النبات كائن ذات التغذية بيصنع غذاء بنفسه من خلال عملية اسمها عملية البناء الضوي تنسوا اسمكم وما تنسوش الكلمة دي النبات ذات التغذية بيصنع غذاءه بنفسه من خلال عملية اسمها عملية البناء الضوي طيب ممكن نفهم الكلام ده مع بعض بالروحة أقول لكم تعالوا بيقول أول حاجة النبات بيقوم بعملية اسمها عملية البناء الضوئي في الخطوات التالية وخلككوا فاكرين إن أنا قلت معاكم بتركيب النبات إن النبات بيتكون من الجزر والساق والأوراق دي أول حاجة عايزك تعرفوها بيتكون النبات من الجزر والساق والأوراق كل واحدة من الأجزاء دي لها ضربة أون بي هو باتقي الأول بيقول لي إن الأوراق تقوم بامتصاص ضوء الشمس وبس سنقسط القربون من الآواء بس خلونا أقول لكم الخطوات بالترتيب الأول أحسن من الكلام المكتوب قدامنا ده إيه الخطوات؟ أول حاجة بقول لكم إن الجزر الجزر الموجود تحت ده بيعمل إيه الجزر ده؟ الجزر ده بيقوم بامتصاص الماء والعناصر الغذائية من الطربة علشان النبات يصنع غذائه مرة تانية الجزر اللي الألم بيشاور لكم عليه ده الجزر ده بيعمل إيه؟ الجزر ده بيمتص الماء والعناصر الغذائية من الطربة طيب وبعد كده بيعمل ايه بحدي كده عندي حاجة اسمها الصاق الصاق ده بيقوم برفع المية والعناصر الغذائية ديت وبيوديها على الأوراق الورق بتعمل ايه بقى بيقول لي ان تقوم الأوراق النبات النبات الورقة بتاعت النبات اللي قدومي دي بتعمل ايه بتقوم بامتصاص ضوء الشمس وغاز ساني أكسود الكربون من الهواء علشان الورقة دي هي اللي بتقوم بها عملية الورقة دي هي اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي وبعد كده بيقول لي بينتج عن عملية البناء الضوئي دية السكر السكر وغاز الأكسوجين السكر ده هو مصدر الطاقة اللي النبات بيحصل فيها على غذائه واللي بتساعد النبات على النمو وكمان بيقول لي أنه بيخرج من عملية البناء الضوئي ده غاز اسمه غاز الأكسوجين اللي احنا بنستخدمه في عملية التنفس مرة تانية عايز اقول لكم ان بيتتكون او ايه اللي بيحصل في عملية البناء الضوئي بيدخل فيها ضوء الشمس وبتدخل المية وبيدخل غاز ثاني اكسود الكربون في وجود النبات بينتج ايه بينتج الاكسوجين وبينتج السكر مرة تانية ايه هي اجزاء النبات اجزاء النبات بيتكون من الجزر الصاق الاوراق كل واحد من دول دور دور بيعمل بايه اول حاجة قلتلكوا الجزور بتمتص الماء من التربة الماء والعناصر الغذائية بعد كده الجزر ده بينقل المية او بينقلها بينقل المية للصاق الصاق بياخد الماء والعناصر الغذائية وينقلها الى الاوراق الورقة بتقوم بامتصاص ضوء الشمس وغاز ثاني اكسود الكربون علشان تطلق الاكسوجين والسكر بعد كده جايب لي تجربة وبيقول لي ازاي اقدر اخد بالي من اختلاف نموه النبات في ضوء الشمس ونموه النبات في الظلام تعالوا كده شوفوا التجربة هنا والكلام برضو كتير ومش عايزاكوا تركزوا في التجارب الكتير دي انتو اهم حاجة عندكو بس الاستنتاج جايب لي نبات وبيقول لي تعالوا نعمل تجربة لما حطينا النبات ده في ضوء الشمس ونبات ده بعدناه عن الشمس طبيعي النبات اللي موجود في ضوء الشمس هيكبر وينمو ويزدهر كده لكن النبات اللي موجود في الظلام هيبدأ يدبل وينمو لحد ما يبدأ يموت وجمان جايب لي بيقول لي هوك ايه في الاستنتاج ان الضوء ده بيعتبر من الاحتياجات الاساسية للنبات لان النبات بيستخدمه في صنعه وغذاءه من خلال عملية البناء الضوي وكل اللي عايزاكوا تعرفوه في الصفحة ديه هي ان الضوء من الاحتياجات الاساسية للنبات لان النبات بيستخدمه في صنع غذاءه وجايب لي في نهاية الصفحة سؤالين بيقول لي كل من ما يلي من الاحتياجات النبات الاساسية ما عادة ايه طبعا ما عادة طربة النبات بيكون محتاج المياه بيكون محتاج لضوء الشمس بيكون محتاج لغاز ثاني اكسود الكربون دي اسمها احتياجات اساسية طب الاحتياجات اللي مش اساسية للنبات والطربة غاز الاكسوجين السكر دي اسمها احتياجات غير اساسية بعد كده بيقول لي بيانتو غاز عن عملية البناء الضوي بيانتو غاز الاكسوجين خليكم ركزين في كلمة ينتج بينتج عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسجين وتعالوا نشوف الصفحة اللي بعد كده والصفحة اللي بعد كده دي صفحة 18 وبيتكلم في صفحة 18 دي على تركيب النبات تركيب النبات وبيقول لي بعد كده احنا عرفنا قبل كده ان جميع الكائنات الحية لها احتياجات أساسية زي الميا والهوى والغذاء وكمان بيقول لي العناصر الغذائية دي بتخلي جميع الكائنات الحية تبقى على قيد الحية وبيقول لي بيسألني سؤال هل تتشابه التركيب الداخلية للنبات مع التركيب الداخلية للإنسان فأنا بقول نعم لأن أجزاء النبات الداخلية فيها تشبه من الأجزاء الداخلية بجسم الإنسان وبعد كده بيسألني هل جميع احتياجات النباتات الأساسية يجب أن تجون احتياجات أساسية للإنسان أيضا أنا قلت لا طبعا لأن النبات ما يقدرش يعيش من غير ضوء الشمس بس الإنسان يقدر يعيش من غير ضوء الشمس تعالوا بقى بيتكلم هنا في الاحتياجات الأساسية وبدأ يقول لي إن الإنسان والنبات بيشتركوا مع بعض في بعض الاحتياجات الأساسية علشان يبضلوا موجودين أو بقيين على قيد الحياة الاحتياجات الأساسية اللي بيتشارك فيها الإنسان والنبات هي الماء والهواء وركزوا على الجملة ده عشان تجي لكم في الاختيار أكمل بيشترك الإنسان والنبات في بعض الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة مثل الماء والهواء لكن بيختلف الإنسان عن النبات في طريقة الحصول على الغذاء بتاعه وكمان رقم 2 الجملة التانية بيقول لي إن الإنسان بيحصل على غذاءه من النباتات والحيوانات لكن النبات بيمتص ضوء الشمس عشان يصنع غذاءه بنفسه من خلال عملية البناء الضوء اللي أنا لسه متكلمة عليها دلوقتي تعالوا بايا هنا في الجزء ده جايب لي مقارنة بين النبات وجايب لي مقارنة بين الإنسان وبيقول لي هنا إن النبات الاحتياجات بتاعتهم المشتركة بينهم اللي اتنين سواء النبات أو الإنسان بيبقى محتاج الهوى ومحتاج الميا ومحتاج الغذاء تمام دي الاحتياجات المشتركة أو الاحتياجات المتشابهة بينهم هما الاتنين طيب النبات بيعمل إيه قالك ده النبات ده بيصنع غذاءه بنفسه من خلال عملية البناء الضوء وبيستخدم فهضوء الشمس والميا والهوى الهوى طبعا عشان ياخد منه ويستني أكسود الكربون طيب ماشي إنسان بياخد إيه قال لأ ده الإنسان ده بيحصل الإنسان كائن منتج كائن منتج يعني بيحصل على غذاءه عندما يتغذى على النباتات أو الحيوانات لم يبياكل خضروات لما بياكل لحوم لما بياكل دجاج فعشان كده احنا قلنا إن الإنسان كائن منتج بيحصل على غذاءه عن طريق النباتات أو الحيوانات لكن النبات بقى ده كائن ذات التغذية كائن ذات التغذية يعني ايه يعني بيصنع غذائه بنفسه من خلال عملية البناء الضوي تعالوا بقى هنا جايك كمان في صفحة 19 وبيتكلم على تركيب النبات وبيقول لي ان النبات بيتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية اللي هي جزر الساق الأوراق وبعد كده بيتكلم على انتقال الميا والعناصر الغذائية وبدأ اول حاجة بجزر النبات فكزهم والله الكلام هو عمل يعيده فيه ويزيد فيه بس الكلام واحد بداية من احتياج النبات احتياجات الانسان تركيب النبات الجزر الساق الأوراق جزر النبات بيعمل ايه فايدة الجزر لسه اي لك كلام دلوقتي جزر النبات بيمتص الماء والعناصر الغذائية من الطربة وبينقلها للنبات مرة تانية الجزر بيعمل ايه بيمتص الماء والغذاء عايز تقول يمتص الماء والغذاء قول عايز تقول يمتص الماء والعناصر الغذائية من الطرب وبينقلها للنبات قول برحبك بس المهم ان انت تبقى عارف وظيفة الجزر في النبات بيعمل ايه او وظيفة الجزور مرة تانية بيمتص او بتمتص ان الجزور الماء والغذاء من الطربة وتنقلها الى النبات رقم اتنين هنتنين خلاص خلصنا على الجزور هنتنين رقم اتنين على الصق والصق ده اللي هو مشاور لك عليه قدامك هو والالم قدامكم عليه ده اسم الصق الصق بيعمل ايه قال لي اول حاجة طبعا احنا دلوقتي الجزر خاد المية وخاد العناصر الغذائية هتبدأ تطلع المية والغذاء ده من خلال الصق الصق ده موجود جواه انابيب الانبيب دي اسمها اوعية الخشب خليكم مركزين جوا الصق ده حاجة كده اسمها انابيب طبعا انتو مش بتشوفوا الكلام ده ده الكلام ده مش بتشاف غير تحت المتريسكوب لما بيجيبوا صق نبات ويبدأوا يحللوا الصق بتاعت النبات ده بيلاقوا جوا صق النبات ده حاجة اسمها انابيب كده الانبيب دي انابيب مفتوحة اسمها اوعية الخشب او اسم وعاء الخشب بيعمل ايه وعاء الخشب ده قال لك وعاء الخشب ده بين العناصر الغذائية والمية من الجزر للورقة عبر انابيب بتسمى اوعية الخشب خليكم مركزين تاني وكمان بيقولي ان اوعية الخشب دي بتربط الصاق بالاوراق وبتساعد نظام النقل هذا على وصول الغذاء والماء لكل اجزاء النبات تاني بالراحة نقول مع بعض صق النبات بيعمل ايه صق النبات ده بياخد المية والغذاء من خلال انابيب جواه الانبيب جواه دي اسمها اوعية الخشب اوعية الخشب دي بتعمل ايه بتاخد المية والعناصر الغذائية وبتنقلها على جميع اجزاء النبات بتوصلها للورقة علشان تنقلها لجميع اجزاء النبات. رقم ثلاثة كمان وهنا جايب لي معلومة بيقول لي ان بيساعد الصاق على وصول الماء والغذاء لجميع اجزاء النبات. ثلاثة بيتكلم على الورق والاوراق وفي الاوراق دي بيقول لي ان بيحتاج النبات للهواء الذي يمر الى النبات عن طريق فتحات صغيرة موجودة داخل الورقة بتسمى الصغور. نتكلم تاني الورقة دي بقى خليكم معلمين الورقة دي ان الورقة دي هي اللي بتقوم بعملية البناء الضوء. ليه الورقة دي هي مصنع الطعام بتاع النبات. علشان الورقة دي موجود فيها صغور. الصغور دي بتسمح للنبات او بتسمح للنبات ان هو يمتص غاز ثاني اكسود الكربون وخليكم عارفين ان الصغور اللي موجودة في الورقة. ان الفتحات الصغيرة اللي موجودة في الورقة بتسمى بالصغور وتقوم الاوراق بامتصاص اشعة الشمس اللي بيحتاجها النبات. مرة تانية سريعا او بكلامات بسيطة جزر النبات ده بيمتص والغذاء. الصغ بين الماء والغذاء لاجزاء النبات الورقة بتعمل ايه? الورقة بتقوم بامتصاص اشعة الشمس اللي بيحتاجها النبات. وتعالوا ناخد مع بعض الشوية الاسئلة اللي موجودين في نهاية صفحة تسعتاشر بيقول لي يمر الهواء الى النبات عن طريق فتحات صغيرة بتسمى الصغور. بعد كده اتنم بيمتقل الماء من الجزر اللي جميع اجزاء النبات من خلال انابيب صغيرة تسمى اوياته الخشب. بعد كده بيمتص الجزر الماء والغذاء من التربة للنبات وبيمتص الورق ضوء الشمس الذي يحتاجه النبات. بعد كده جايبلي كبان بيتكلم جايب شوية اسئلة حلوين قدامكم اهو. وفي شوية الاسئلة دي بيتكلم بيقول لي اكمل ما يلي تخير الاجابة الصحيحة كل ما يلي من احتياجات النباتات الاساسية معادئة طبعا المأوى الاحتياجات الاساسية للنبات الهواء الماء ضوء الشمس. رقم اثنين من الاجزاء النباتات الرئيسية كل ما سبق الجزر الصاق الاوراق احفظوها زي الاغنية الجزر الصاق الاوراق دي من الاجزاء الرئيسية للنبات رقم تلاتة بيمتص الجزر الماء والغذاء اللازم للنبات من التربة الجزر خليكم معلمين وده بتاع الماء والغذاء اللي بياخده من التربة رقم اربعة بينتج عن عملية البناء الضوء السكر الذي يستخدمه النبات في الحصول على الطاقة اول ما تشوفوا كلمة بيستخدمه النبات علشان يحصل على طاقة يعني علشان ياكل زي ما انا اجأ اسألك كده اقولك لما بتكون انت جعان او عندك شعور بالجوع بتعمل ايه تقولي باكل بتاكل ايه تقولي مثلا ممكن اكل فواكه ممكن اكل خضروات ممكن اكل لحوم علشان تعمل ايه عشان تبدأ تتحرك عشان تبدأ تلعب عشان تبدأ تزاكر عشان تعرف تنام دي بقى انت كده الوقت جسمك دخله طاقة نفس الكلام النبات عشان جسمه يدخله طاقة محتاج للسكر فالنبات بينتج السكر ده علشان يستخدمه في حصوله على الطاقة كلام سهلي جدا ما فيش في اي صعوبة رقم خمسة بتحدث عملية البناء الضوئي في الاوراق خليكم معلمين السؤال ده لان السؤال ده موضر امتحان بتحدث عملية البناء الضوئي في الوراق بتحدث عملية البناء الضوئي في الاوراق بعد كده بيقولي اكمل العبارات الاتية باستخدام الكلمات بين القوسين بيحصل الانسان على غذاءه من النباتات والحيوانات احنا قلنا للانسان بيحصل على غذاءه من النباتات والحيوانات لكن النبات ده بيحصل على غذاءه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي لعشان كده قلنا إن النبات ذات التغذية رقم 2 بيحتاج النبات إلى غاز ثاني أكسود الكربون للقيام بعملية البناء الضوئي لكن النبات بيطلق غاز الأكسوجين بعد عملية البناء الضوئي رقم 3 ينمو النبات بشكل صحي وسليم عند زراعته في الضوء رقم 4 بينتقل الماء من الجزور إلى باقي أجزاء النبات من خلال الساق رقم 5 بيدخل الهواء إلى النبات من خلال فتحات في الأوراق تسمى الصغور وتعالوا نشوف أسئلة صح والغلط السؤال الأول بيحصل النبات على غذاءه من التربة عن طريق الأوراق الإجابة خطأة بعد كده لا يمكن أن ينمو النبات بدون تربة الإجابة خطأة تقوم قواية الخشك في النبات بعملية البناء الضوئي على الإجابة خطأة بيحصل الإنسان على غذاءه بنفس الطريقة التي يحصل بها النبات على غذاءه الإجابة خطأة طبعا ليس لأوراق النبات وزفة همة بالنسبة للنبات طبعا الإجابة خطأة لأن الورق هو المسؤول عن عملية البناء الضوئي وهو مصدر الطعام للنبات بعد كده جايب لي اختر الإجابة الصحيحة أو اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود دي وبيقول لي الصاق والصاق قلت هنا أن هي بتنمو فوق الأرض وتنقل الماء والغذاء من الجزر إلى باقي أجزاء النبات رقم اثنين الأوراق دي بتمتص ضوء الشمس ويتصنع الغذاء النبات رقم ثلاثة الجزور دي بتنمو تحت الأرض وتمتد وتمتص الماء والغذاء من الطربة ورقم اكتب جزء النبات المناسب أمام وظيفته ثم يكون بترقيمها على الرسم طبعا دي الأوراق دي الصاق دي الجزر وتعالوا نتكلم أول حاجة تمتص أشعة الشمس ويتم فيها صناعة غذاء النبات طبعا دي الأوراق أو الورق رقم اثنين تنمو تحت الأرض غالبا وتمتص الماء من الطربة دي الجزور رقم ثلاثة بتنقل الماء من الجزور إلى باقي أجزاء النبات وده الصاق وتعالوا نكمل كمان جايب لي هنا بعد كده في الدرس الرابع بيتكلم فيه على أجزاء النبات وأجزاء النبات ده احنا هناخد نكمل مع بعض علشان تستفيدوا بأكبر قدر في الفيديو وبيتكلم في أجزاء النبات وبيقول لي سألني سؤال يحصل النبات على الماء من الطربة ويصنع الغذاء وبنفسه الإجابة صحيحة طبعا وبيتكلم برضو في أجزاء النبات وبيقول لي أن بتختلف أجزاء النبات في الشكل لكل النباتات ولكن لها نفس التركيب الداخلي بتتشارك كل أجزاء النباتات في التكوين الداخلي يعني مثلا كل النبات قدامكم هتلاقوا فيه الجزر هتلاقوا فيه الصاق هتلاقوا فيه الأوراق وبدأ يتكلم على وظيفته الجزور تاني وبيعيد الكلام تاني وبيقول لي أن الجزر ده وظيفته أنه هو تثبيت النبات في الطربة وامتصاص الماء والغذاء من الطربة علشان يقدر النبات يصنع غذاءه وكمان بيقول لي أنه بتمتد الجزور أو الجزور دي بيكون لها زوائد الزوائد دي بتشبه الشعر كده بتسمى بالشعيرات الجزرية وظيفة الشعيرات الجزرية دي زيادة كمية الماء علشان النبات عشان الجزر يقدر يشيل الماء أكتر فعشان كده بيكون فيه حاجة اسمها الشعيرة الجزرية والشعيرة الجزرية دي بيكون وظيفتها زيادة كمية الماء والعناصر الغذائية التي تمتصها الجزور وده كلام سهل جدا اللي عايزاكوا تعرفوه في الجزر اللي أنا قلته قبل كده تثبيتي النبات في التربة انتصاص الماء والغذاء اللازم من التربة لصنع الغذاء وكمان تبقى عارفين ان اللي بيكون وظيفتها انتصاص كمية أكبر من الماء اسمها الشعير الجزرية بعد كده رقم اثنين الصاق ووظيفة الصاق دي بتعمل الصاق بيعمل ايه؟ الصاق بينقل الغذاء لكل جزاء النبات عن طريق أنابيب أو أوعية بتسمى وعاء الخشب اللي موجود وجوه وكمان الصاق ده وظيفته ان هو بيدعم النبات وبيساعده على البقاء ان هو بيخلي النبات يقدر يكون واقف كده وباقي قدامكم وكمان بيقول ان هي الأزهار أو الأوراق بتاعت النبات بتنمو أحيانا من براية موجودة على صاق النبات وتعالوا نكمل بقية الكلام بيتكلم بعد كده على شكل الصاق الشكل الصاق عندي في النبات لها أشكال عديدة مختلفة عند السيقان رأسية مستقيمة عند السيقان خشبية عند السيقان الدرانية وعند السيقان المتسلقة والسيقان المدادة وأول حاجة بدأ يتكلم عنها السيقان الرأسية المستقيمة اللي بتبقى واقفة قدامكم بدي بقوله تاني مرأسية إلى أعلى يعني بتطلع لفوق وكمان بيقولي زي السيقان اللي بتبقى معظمها موجودة في الظهور رقم اتنين السيقان الخشبية ودي زي اللي بتبقى موجودة في الأشجار عندكم اللي بتبقى كلنا شايفينها موجودة في الحضائق وتبقى سق غليزة وصلبة زي ما بيقول له زي جزوع الأشجار والشغيرات ورقم ثلاثة عندي حاجة سيقانة ضرانية والسيقانة ضرانية دي تمتد تحت الأرض زي البطاطس وزي البطاطا ورقم أربعة عندي حاجة سيقانة متصلقة اللي هي زي تكيبت العنب كده وبيقولي انها ما بتبقاش قادرة تشيل نفسها في الهواء عشان كده بتتسلق على نبات آخر زي العنب ورقم خامسة كده بقى السيقان المدادة وبيتكلم عن السيقان المدادة دي انها بتمتد أفقيا على سطح الأرض بتمتد كده على الأرض زي ما بيكون وبيقول لي أن هي بتكون ساق مددة وتمتد على سطح الأرض وبتساعد في تكوين النباتات جديدة زي البطيخة وزي كمان الفراولة ما زاكر عندكم في الكتاب كده وكمان بعد كده تنقل على الأوراق وبيتكلم على وظيفة الأوراق أن هي مصدر النبات لصناعة غذائقه لأن النبات بيصنع فيها عملية البناء الضوئي وكمان بيقول لي أن الأوراق دي بتحتاج للميا وبتحتاج لغسن أكسيد الكربون وضوء الشمس عشان تقدر تقوم بعملية البناء الضوئي وكمان بيقول لي أن الأوراق دي بتحتوي على سبغة بتسمى كلوروفيل اللي بتدي للنبات اللون الأخضر وكمان بيقول لي أن الأوراق بتحتوي على نبيب صغيرة بتسمى أوراق الخشب بتساعد على نقل الماء من الصاب وكمان بيقول لي أن عندي للوراق ده أشكال عديدة زي أوراق مسطحة عريضة كده زي ورق أشجار الموز وعند أوراق رفيعة بتشبه الإبر زي أوراق شجر السنوبر وتعالوا كمان نكمل جايب لي بعد كده حاجة اسمها عملية البناء الضوئي وبيحكي عن عملية البناء الضوئي وإن إزاي عملية البناء الضوئي دي بتقوم في النبات وجايب لي أول حاجة إن بينتج أيضا عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسوجين اللي بتحتاجه جميع الكائنات الحية عشان تقدر تقوم بعملية التنفس وخلي بالكو كمان إن نبات بيقوم بعملية التنفس زيه زي الإنسان بياخد غاز الأكسوجين بس العملية دي النبات بيعملها ليلا لكن عملية البناء الضوئي النبات بيعملها نهارا كمان بيقول لي بينتج عن عملية البناء الضوئي عناصر عديدة زي السكريات وزي النشويات والدهون والبروتينات اللي بيحتاجها النبات علشان يقدر يعيش وكمان بيكلم على عملية البناء الضوئي وبيقول لي أن النبات بيمتص أول وأوراق دي بتمتص فيها مادة سماك كولوروفيل بيمتص الكولوروفيل للطاقة من ضوء الشمس وبتمتص الأوراق ساني أكسود الكربون وكمان بيكلم أن بتستخدم الأوراق الطاقة الضوئية زي الشمس وبتتحد مع غاز ساني أكسود الكربون ومع الماء لإنتاج العناصر الغذائية وآخر الجزئية دي اللي أنا عايزاكم تركزوا عليها أن عملية البناء الضوئي دي بيتحدث داخل الأوراق وبيتم من خلالها إنتاج النبات للغذاء بتاعه رقم 2 بيوجد في النبات أنابيب صغيرة أخرى بتقوم بنقل الغذاء من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات بتسمى اللحاء وركزوا في الحتة ديه كويس وحفظوها أن بيوجد في النبات أنابيب صغيرة تقوم بنقل الغذاء من الأوراق لجميع أجزاء النبات بتسمى اللحاء وبينتق أيضا عن عملية البناء الضوئي غازة أكسوجين اللي بيتحتاجه جميع الكائنات الحية في عملية التنفذ وكمان بيقول لي علشان كده بيعرفني أن الحياة على كوكب الأرض بدون النباتات مستحيلة كمان بيقول لي أكمل دي آخر الجزء إحنا هنشرحها مع بعض وبيتكلم فيها أن بيصنع إحنا الوقت وصلنا عن صفحة 24 في الشرح بيصنع النبات غذاءه بنفسه أثناء قيمه بعملية البناء الضوئي أنابيب صغيرة بتنقل الماء من الغذور إلى أجزاء النبات بتسمى بأوعية الخشب أنابيب صغيرة بتنقل الغذاء من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات بتسمى أوعية اللحاء وده أنا كنت خلصت معاكم الجزء الثاني وأنا شرحها الفيديو ده قبل كده كل الفيديوهات اللي أنا شرحتها في العلوم هتلاقوني سايبال كل إنكاب بتاعتها في صندوق الوصف اللي بيظهروا لحضراتكم بمجرد ما تضغطوا على عنوان الفيديو ياربكم بقدم لكم معلومة وفيدة دعواتي ليكم جميعا حبيب طلاب الصف الخامس بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروة زهرة